ولكننا نواصل أعمالنا على مستوى التجمعات الصغيرة بدلاً من مهرجانات وهكذا حفاظاً على سلامة ورواح الناس من انتشار هذا الوباء الخطير الذي ارتفعت موجاته أخيراً عملنا نحن سنواصل عملنا على مستوى اللجان وعلى مستوى المدليات وعلى لدينا برامج تخصنا من شان تطوير عملنا وان شاء الله نتوصل إلى نتوصل لأنتاج مثمرة ان شاء الله خلال الفترة اللاحقة بإذن الله اليوم لجنة العتصام تناقش المستجدات والتطورات الحاصلة بمحافظة المهرة وتدرس الاختراقات التي تقوم فيها السعودية فحقيقة السعودية تمادت في اختراقات المؤسسات وحصار محافظة المهرة وتجويع ابناء محافظة المهرة أصبعنا حتى الكهرباء والخدمات تتحكم فيها السعودية إلا حسب رغبتها وحسب طلبها أي تكون هي اليد المسيطرة في محافظة المهرة وهذا نحن نرفضها جملة وتفصيلة وكل الشعب المهري وكل أبناء المهرة يرفضوا هذه التصرفات مهما كان الأمر مهما طفوا علينا الكهرباء مهما حاصروا مانينا مهما حاصروا المنافذ سنكون رافعين رؤوسنا اليوم بحضور عضاء قيادة لجنة العتصام تم عقدة الاجتماع برئاسة الشيخ عمر سعد رئيس لجنة العتصام وبيحضور نائب رئيس لجنة العتصام الشيخ عبود قمصيت وبعض قيادات لجنة العتصام وذلك لبحث آلية جديدة لتطورات الأوضاع في المحافظة وتخاذ الإجراءات وتشكيل اللجان على مستوى المديريات والمحافظة في القيام في بعض المهمات والأعمال التي من شأنها الارتقاء بالأعمال التنظيمي لجنة العتصام في المحافظة حقيقة التواجد السعودي في المحافظة لا يخلو من عيوب دائما ودائما يضع أبناء شعب أبناء المهرة في المحاك ترجمة نانسي قنقر